الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما صل على محمد وآلي محمد صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين صلى الله عليك سيدتي يا فاطمة الزهراء صلى الله عليك سيدي يا شهيدك أربلا يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة اللهم وفقنا لرضاهم لنفوز فوزا عظيم ألا كل حين للفناء يأولوا كما كل غصن يعتريه ذبولوا وللدهر أحداث تروح وتغتدي وإلا نفوسا بينه لتسيلوا إذا أنت فارقت الذي لتحبهم فذاك لمحتوم الفناء جليل يود الفتاة ألا يموت خليله وليس إلى ما يبتغيه سبيل فلابد من موت ولابد من بلا وإن بقائه بينكم لقليل وليس جليلا فقد دنيا دنية ولكن لفقد الأكرميين جليل فلا عيش يهنايا بعد فقد أحبتي وإن بكائي بعدهم لطويل ولكن تسليني مقالة سيد أضر به عند الفراق رحيل أرى علل الدنيا علي طويلة وصاحبها حتى الممات علي طويلة وإن افتقادي فاطميين بعد أحمد دليل على أن لا يطول دليل على أن لا يدوم خليل بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن لهم يحسنون صنعا نعوذ بالله أعوذ بالله وأعيذكم بالله أن نكون من أهل هذه الآية الإنسان يغفل الإنسان يبتعد إن لم يقربه الله سبحانه وتعالى اللهم فعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله قد يعجب المرء بنفسه أو يتكبر على غيره فيخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين في الحديث القدسي الجليل الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني ردائي أدخلته ناري ولا أبالي واحد يتكبر يرى نفسه أفضل من الآخرين يريد أن يتميز عنهم يعجب بنفسه والمعجب على نفسه أشكال وألوان الأول الصنف الأول هو فعلا لديه إيجابية معينة يفخر بها مثلا كريم فعلا كريم ويعجب بكرمه فيبطل كرمه بسبب ماذا بسبب الإعجاب بنفسه من حسد المرء نفسه إعجابه بنفسه لما يحسد الإنسان نفسه ويهلكها إذا أعجب بنفسه هذا الأول هو فعلا كريم ولكن معجب بنفسه الثاني ليس كريما ليس كريما ولكنه يتبجح أنه كريم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب هذا الصنف أسوأ من الصنف الأول وهناك صنف أسوأ منهما بل لا يوجد أسوأ منه في الكون كله من هو؟ أي صنف؟ هو الصنف المسيء الذي يرى إساءته إحسانا ويرى سلبيته إيجابية مثلا الملحد والله ذول مساكين قاعدين بالمأتم وهذا الشيخ يقشمر عليهم ويسول في الهوم وذول أما تاركين وقتهم وكذا وجالسين يستمعون وكذا هو كل شيء ما أكو سبحان الله يقول لي ليش؟ يقول لي أنه ما أكو إله يقول له زين لعد هذا الكون كيف صار؟ يقول هذا انفجار صار انفجار كوني هائل زين الانفجار من الذي صنعه؟ يقول لها الحرارة وكذا الحرارة من الذي صنعها؟ يقول لها لا أدري إذن أنت تفتخر وتعجب لأنك جاهل لا تدري أنت جاهل بذلك واحد ملحد التقوا به وموجود اللقاء حتى على يوتيوب قال له المقدم مقدم البرنامج قال له هذا القدح الذي أمامك مصنوع له لا قال لي مصنوع مكتوب عليه صنعه في كذا قال له فرضنا ما مكتوب صنعه في كذا قال ما أدري سبحان الله بالله عليكم أسألكم أسألكم لو أي طفل الآن أي طفل زيلها هذه هذه صنعه في مكان كذا هذه الورقة هذه ما أقول لي عليها نزيلها وأعطيه لأي طفل أقول هذا واحد صنعه هذا البطول له واحد أصاب شي يقول الأطفال قوله هذا واحد صنعه أو لا الأطفال الأطفال يجاوبون فقط هذا واحد صنعه أو لا لاحظ يقولون نعم يقولون أنها طبعا طبعا ما دام هذا مصنوع لابد أن يكون له ماذا يقول له صانع أنت جاهل للصانع أصدق الصادقين من كان أعداؤه يقولون عنه الصادق العمين قال إن الصانع هو الله وهذا كتاب من الله سبحانه وتعالى ولا كذب ماك واحد مشرك قال النبي مرة كذب علي قال لي كذا وطلع كذا أبدا ولا النبي يوسف إن أنا راك من المحسنين مية واربعة وعشرين ألف نبي كلهم على قول واحد كلهم هؤلاء الذين كانوا في زمانهم يقولون ما كذبوا علينا أبدا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فهذا يفتخر بجهله هذا أسوأهم أو مثل مثال آخر السافرة تدعي أن السفور تطور وحداثه وتتكبر وتعجب بنفسها وتتكبر على المحجبات اللواتي يقلدن الزهراء والعقيلة زينب عليها السلام أنظر هذا أسوأ نوع من أنواع العجب وبشكل عام الإنسان ما صنعه من خير فهو من من الله وما صنعه من سوء فمن نفسه إذا علم الإنسان ذلك بعد أبدا ما يعجب بعمله أولا ثانيا لا يتكبر على أحد قط وأنا أسألكم الآن أريد رقم واحد بالتواضع في الكون منذ خلق الله الخلق إلى هذه الساعة اللي أحنا جالسين في صحم وعلى المنبر هنا في آخر شهر صفر من هو أشد الناس تواضعا أجيبوني صلوا عليه سؤال آخر لماذا اخترتم النبي محمد صلى الله عليه وآله أشد الخلق تواضعا لماذا بارك الله فيكم أخي تسوون واهس للخطيب حقيقة بارك الله فيك لأنه أعظمه لأن الإنسان بعظمته وبسموه وبقدر سموه شنو يتواضع ملء السنابل تنحني متواضعة المملوعة السنبلة المملوعة فيها كثير من الحب ومن البذور ملء السنابل تنحني متواضعة والفارغات رؤوسهن شوامخ لن يجو فارغ لماذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ما تكبر متكبر إلا بذلة في نفسه سوف نفسه ذليل ما في خير يتكبر وإلا الإنسان الممتلئ يكون متواضعا لا يميز نفسه لا يحب أن يميز نفسه عن الآخرين أصلا ضرار ابن ضمر يسأله معاوية يقول صف لي علي قال اعفني قال لا بد من ذلك إلى أن قال كان فينا كأحدنا كأنما واحد من عندنا ما يتميز من عندنا أي تميز في يوم من الأيام الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في طريق مكة يصب الماء على يد هذا ويغسل أواني هذا فقام واحد قال أيها الناس أيها الحجاج أتعلمون من هذا قالوا لا قال هذا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين فجاءوا لي ابن رسول الله كدنا أن نهلك قال لماذا تهلكون لماذا تهلكون قالوا تخدمنا قال واحد من خلق الله يخدم خلق الله قالوا يا ابن رسول الله نقسم عليك بالله إلا ما كففت عن ذلك لماذا صنعت ذلك فقال ودموعه جاريا قال كنت قد خرجت مع رفقة يعرفونني الله يا علي بن الحسين والله كلمة ودي ما أحتيها رح أحتيها قربة إلى الله يا زين العابدين أنت قلت والله لو أننا قبلنا نعلك وأقدامك والتراب الذي تدوسه لما أعطيناك برسول الله ما لا تستحق ولكن أنت تقول لتواضعك قال فأعطوني برسول الله ما لا أستحق قل احترمونا أكثر من اللازم وهي شعن يا سيدنا ما نسوى حتى نجازيكم أهل البيت يقول فصرت أخرج مع رفقة لا يعرفونني حتى لا يعطونني برسول الله ما لا أستحق أنا ما مقدم للمجتمع هذا من ما الذي تكلم أخواني ما هذا يقول أنا ما مقدم حتى يبجلوني وكذا الله الله الليلة الليلة قرأتم فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين بعض العلماء يقولون يريد أن يعلمنا ولكنني في عقيدتي أرى خلاف ذلك صحيح يعلمنا ولكن ليس هذا أقسم أن عليا كان يقصد ما يقول ويحس بينه وبين الله ذلك يحس بالذلة أمام الله وحقير لله عز وجل أمير المؤمنين كان يغمى عليه كلكم تعلمون أبو الدرداء يقول رأيت علي عليه السلام يريد أن يصنع شيئا فختلت رغت عنه وراء فسيل جاء إلى مزرعة يصلي عند كل نخلة يصلي ركعتين وكان يقول هاي تشهد كل مكان يشهد على كل حال يقول رأيته أرخى عينيه بالدموع ورفع يديه بالدعاء يدعو بدعاء بكيت لبكائه وكتمت صوتي يقول إلى أن خر إلى الأرض مغمن عليه جئت إليه أحرك ميت ميت جئت إلى بيت فاطمة يا فاطمة عظم الله لك العجر فقد مات علي ابن أبي طالب قلت لو كيف مات قال رأيته بين النخيل يدعو ويبكي إلى أن خر إلى الأرض كأنه خشب يابسه قالت إنها الخشية التي تأتي في كل يوم من خشية الله يحس بالتقصير أمام الله عز وجل الله أكبر الله أكبر إلهي لو استغفرت وتبت إليك وسجدت لك حتى تسقط شفرات عيني وحتى تتقرح جبهتي لما استوجبت بذلك رحو سيئة من سيئاتي هذا من يقول بالمضمون طبعا علي بن الحسين زين الهابدين عليه السلام ما هذا ما هذا واحد يقول له سيدي ابن رسول الله ستهلك نفسك بالعبادة قال علي بذلك الكتاب ذاك الكتاب بالرف جبلية جبلية صار يقرأ فيه ويبكي ويقول أين أنا من عبادة جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا الكتاب بعبادة الإمام أمير المؤمنين إلهي بحق الأمام أمير المؤمنين وبحق الإمام السجاد حبب إلينا الصلاة والعبادة وقراءة القرآن كون نحبها يعني ليس فقط نخاف من عندك يا رب العالمين وارد الجنة كون نحب نحن حرامات حرامات واحد أنا من أشوف واحد بمنزله وكذا يشوف نفسه عود يتكبر وكذا سواء كان عنده من العلم الديني أو من العلم المادي والله هذا خطيئة مسكين يتكبر سبحان الله وأقول لكم كلمة خطيرة أقولها كلمة جدا خطيرة هل تعلمون أن المتكبر حتى روايات الزهد وروايات التواضع ينكرها ابن فهد الحلي في عدة الداعي في صفحة ميتين واثنين ينقل رواية يقول رواية المام الصادق عليه السلام يقول أن النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام قال له الله في المناجات يا موسى إذا جئت إلى جبل المناجات المرة القادمة ائتي معك بمن هو أقل منك قدر أقل منك قربا إلي أنت أقرب إلي منه رأح النبي موسى شاف نفسه وقع بشدة سبحان الله نحن هو خير خلق الله غير رب العالم يختارك نقسم بالله إنك أعظم خلق الله أعظم من كل الخلق أي واحد تجيبه تكون صادق يا موسى نقسم بالله على ذلك أي واحد تجيبه أنت صادق تكليم الله أنت حجة الله في زمانه ومستحيل رب العالمين يختار حجة وهناك محجوج هو أفضل منه مستحيل إلى أن طبعا هنا فيه درس عظيم جدا أخواني أحبابي أحنا ما نعرف نفوس أهل البيت كيف كانت لماذا يغمى عليهم بين يدي الله سبحانه وتعالى لماذا يقول الإمام ما أنا يا ربي وما خطري هبني بجودك وتصدق علي بمجدك لماذا يقول ذلك إلى أن وجد كلبا أجربا أجلكم الله وجاء به هذا أقول للرب العالمين هذا أنا أقرب إليك من هذا بس فكروا هل تصدقون أن كل شيء يسبح لله ولكن لا تفقهون تسبحهم تصدقون بأي أو لا يعني هذا الكلب أجلكم الله يسبح لله أو لا رسول الله صلى الله عليه وآله رأى واحد يغني راكب على حمار قال لا حول ولا قوة إلا بالله الحمار يسبح لله والذي على ظهره يعص الله في الغناء يغني والغناء حرام أسمعه فهنا جاء بالكلب أجلكم الله في الطريق قال ما لي يا ربي والقرب منك أفلته من يديه وجاء إلى جبل المناجات سجد طويلة تضرع فأوحى الله إليه يا موسى أين من أمرناك أن تجيئ به إذا جئت هذه المرة قال إلهي تسألني وأنت تعلم ما رأيت من أنا أقرب إليك من الرواية تقول وعطيتك المصدر ورح أعقب لك عنها إن شاء الله قال يا موسى وعزتي وجلالي لو جئتني به لمحوا تسمك من أسماء الأنبياء عجيب شوف نفسك أحسن من واحد من خلق الله قاعد يقول كذب ليه كذب قولهم ما معقوله واضح أنه طبعا عندي وعندك وأقسمت بالله أن موسى أعظم أهل زمانه ولكن بل أعظم الخلق ما عدا الأئمة المعصومين وعلي العزم من الرسل أخواني أحباب ولكن موسى في نفسه ليس كذلك أمير الممي بنهجي البلاغ تعلمون ماذا يقول يقول وأنا في نفسي لست أعظم من أن أخطئ موجود ولكن والله إنك لا تخطئ يا أبا الحسن نحن عقيدتنا هو يرى أنه حقير لله سبحانه وتعالى بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لكذلك فعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم هذا باتر تقرؤونه إن شاء الله وين في دعاء الندب هذا ما عارف دعاء الندبة صدقوا مرة على المنبر ذكرت شيء على المنبر قلت زاذان ابن جبريل يقول رأيت علي ابن أبي طالب عليه السلام في سوق الكوفة يعين الحمال على حمله وربما حمله عنه ورأيته يدل التائه ويعين المقعد ويضع الشسوع تحت أقدام أصحابها تعرفون شنو الشسوع جمع شنو شسع يعني شنو الشسع الله أكبر الله أكبر هذا بالبحار وكثير من المصادر اكتبوا اكتبوا أستلقوه الشسوع الله فواحد قال كذب يا شيخ هذا ليش قلت لي ليش كذب قال شيخنا احترمي الامام علي قلت لها احترمي الامام علي روحي فداء روحي لتراب أقدامه الفداء أمير المؤمن سلام الله عليه ودي هذا خد يكون تحت قدميه التي يدوس بهالتراب والله قال له هذا حتى يفيدك قال ليش قال شنو يضع الشسوع قلت لهم هو يبالك انت لا يا أخي أخي العزيز أمير المؤمنين لا يتكبر من ذلك لا يتكبر أخي أمير المؤمنين من التواضع إلى درجة عظيمة يا أخي هو احنا وين نقدر نصير هكذا أصلا حقك قلت لأ انت حقك أنا أبدا أعذرك في ذلك وجزاك الله أعرف خير وأسألك الدعاء حقك عمي اتشايف لك واحد واحد يضرب على رأسه وتصل الضرب إلى مفرق سجوده تصل إلى مخي بعدي بعدي يجب لطعام يقول بحق عليكم إلا ما رفقتم بأسيركم أطعموه مما أأكل واسقوه مما أشرب وأحسن إليه هاي شنا هذه أصلا ما ممكن يا أخي وحضربك أفجع الأمة بك يا أبا الحسن هؤلاء أئمتنا وسادتنا وقادتنا صدقوا هذا العالم كل لو يسمع سيرة أهل البيت بحقيقتها أكثر أهل العالم يدخلون في رأي أهل البيت صدقوا لأن الناس لا يعرفون أهل البيت سلام الله عليهم وما سمعانين عنهم وحتى إحنا لما نذكر أنا أقول لك الآن أذكر هذه الأشياء هو الإنسان بقدر ما يتواضع من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله خفضه الله بس يشوف نفسه كل ما عندي هو منك يا رب العالمين وحدك لا شريك لك أنا ما عندي أي شيء إلهي إن أحسنت فمن عندك وإن أسأت فمن نفسي واحد مع النبي عيسى عليه السلام قال أمضي معي قال نعم يا نبي الله أنا تشرف قال بسم الله قال وين يا ربي الله قال أعبر أعبر هذا الماء نعبر ذلك إلى القنطرة قال ما نحتاج قنطرة قل بسم الله بسم الله ومشى النبي عيسى على الماء جاء هذا بسم الله ودموعة جارية مشى وسط النهر قال أنا يمكن أنا عابد زاهر بطل عظيم أنا ما أدرب نفسي ما شاء الله مثل النبي أنا غطس بالماء أنقذني يا نبي الله جاء النبي نبي كأنما واقف على صخرة أصلا على الماء ولكن كأنما على صخرة قال هاتي يدك هاتي يدك قال تعال ماذا حدثت نفسك من الله مو من عندك حتى أنا النبي عيسى قال أنا لو أفكر مثل تفكيرك هم كذلك شنو ما عندنا شيء نحن أخوتي الكرام أسأل الله أن يوفقني أوصل الفكرة لكم شوفوا أخواني شنو معنى أمير المؤمنين سلام الله عليه لما جاء إلى عمر بن عبدود العامري يدور حوله ولم يقتله شوف بسق بوجهه وشتم أمه يقول ما أريد أي ذرة واحدة غضب أقتله قربة إلى الله أبدا ما أكو أين علي يعني علي بن نبي طالب إذا سأل قل لي أنت مع الله شنو يقول صفر لا شيء ما موجود ما كو شيء الله أكبر يقول عن فلان يبكي الإسم هزني أنا ما تصور أنه سيذكر جعفر محمد الصادق عليه السلام عن فلان عن فلان عن فلان لما ذكر لمان الصادق اسمه اسمه الله أسماءكم في الأسماء أرواحكم في الأرواح هؤلاء أهل البيت أسأل الله أن يزيدنا بهم حبا وتمسكا وقربا وذوبانا فيهم بحيث ما كو شيء يسمع عبد الله مثلا أنا أقول أنا أهل البيت سلام الله عليهم أبدا إذا جاءت الرواية عنهم أقف على أقدامي الله ذكر في الخير السيد الشريف كان يعطينا درس الحوزة الله يبارك فيه ويحفظه سيد مصطفى السيد الآن هو ربما يشوف المحاضرة ويذكر كنت في المراحل الأولى في الحوزة بالمقدمات فيذكر هو قال ابن فهد الحلي قال فلان قال فلان قال فلان قال السيد الخوئي قال النائيني قال كذا قال كذا كان لما يقول في رواية عن الإمام السجاد زين العابدين أنا أقوم وأجلس بعدين هو قال أبد الله ليش هذه محركة قلت له عندي ذكر أهل البيت قال الرجاء بعد لا تصنعها هذه يعني شوية بتدرس وكذا قلت له أجلس بالأخير قاله كيف أجلس بالأخير أسمع أهل البيت لا يقاس بهم أحد اسمعهم أبدا ولذلك تواضعهم الأول كما ذكرتم بارك الله فيكم ونجحتم بالاختبار مئة بالمئة نجحتم بالسؤال يقول إن الإمام جحفر الصادق عليه السلام نور العيون يقول كان عبد من عبادي بني إسرائيل يتعبد أربعين سنة فأوحى الله إلى نبي زمانه لم تقبل عبادتك ما سعى للنبي لماذا لم تقبل قال جزاك الله خير يا نبي الله كيف رب العالمين أنا ريد أجيب بضاعة وأبيع الكياها غصما عليك كيف تقبلها كيف تقبلها ما تقبلها ترجع بضاعته إلي وحسبي الله ونعمل وكلا هذه بضاعتنا ردت إلينا كيف رب العالمين مرات واحد يفرح أنه تعبد احنا نريد القبول اللهم اقبل يا رب العالمين تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم ثم جلس قائلا ما أتيت إلا منك وما وقعت إلا فيك هي تسوي يعني من من أنت النفس أنت تكبرت والله عابد عبادة أحسن من غيري وعد من نعم وأنا أتعبد جاء ذلك النبي يركض قال إن الله عز وجل يقول إن لك فيما حدثت نفسك بي الآن أعظم من عبادة أربعين سنة أعظم من ذلك أربعين سنة لمقتك لنفسك الله أكبر الله أكبر من رضي عن نفسه كثور الساخطون عليه الإنسان وحتى ترى دنيويا ما يتطور الإنسان يشوف نفسه أحسن من غيره خطيب يشوف نفسه أحسن من غيره قالوا لي أنت جيد حتى ولا أكتب أصلا ما أكتب بعد محاضراتي خلي يكتبون ذلك القطباء الجدد الذي يكتبون أنا أكتب هذا سيانتهي يبقى ومن لم يكن في زيادة فهو إلى النقصان ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة أي متكبر ميكانيك سيارات شوف نفسه هو أفضل من غيره كذا ذلك يطورون أجهزة حديثة هو ما دام يشوف نفسه ما رح الطوار يبقى طبيب أي إنسان العجب يوقف الإنسان من أن يتقدم بعد أبدا ما يتقدم بينما إذا يحس بالتقصير بعدني أريد أحتاج هكذا يتطور سلام الله عليكم أهل البيت تعرفون الزهراء سلام الله عليها بأبي وأم تطحن بالرح علم يقول سلمان المحمدي مررت على بيت فاطمة فسمعت بكاء الحسين وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله بكاء الحسين يؤذيني فطرقت الباب سيدتي سيدتي فتفضل سلمان سلمان منا أهل البيت قال سيدتي أدخل لبست حجاب أدخل فضل قال لماذا يبكي الحسين قالت لأني أطحن بالرح ما لحق هذا طعام كثير أطحن بالرح والحسين يبكي ما نحمله وأطحن قال أعينك قالت إن شئت قال أحمل عنك الحسين أو أطحن بالرح قالت أنا بتسكيت الحسين أرفق يفرح الحسين ما أحمله قال فإليك الحسين فحملت الحسين على صدرها سلمان يقول جئت أطحن بالرح فوجدت مجلا من يد الزهراء على قط بالرح فرقاس يعني قلت سيدتك صرت أبكي وأقول سيدتي أنتم أهل البيت طعامكم قليل قالت يا سلمان أنظر جميع البيوت في المدينة الفقراء اللي ما يملكون الرحا اللي يزوجها من توفي اللي يتامل ما عدم أحد يأتون بطعامهم إلي وأنا أطحن لهم ليلة نهار أنا أخدم الناس فاطمة سلام الله عليها بأبي وأمي هكذا أهل البيت أكثر الناس تواضعا وتصدق بثوب زفاف فاطمة سلام الله عليها فاطمة هذه أعظم خلق الله اللي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول باب فاطمة باب وحجابها حجابي سئلوا لما موسى بن جعفر عليه السلام نور عيني في دول اسمك سيدي قالوا له يا ابن رسول الله صحيح أن رسول الله قال إن الله عز وجل يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي قال نعم والله قال الله ذلك ثم بك الإمام موسى بن جعفر وقال هتك والله حجاب الله هتك والله حجاب الله هتك والله حجاب الله سليم التابعي كان غير موجود طبعا ما كان موجود بالحادثة فهما ما مصدق يقول ما معقولة لعد علي ليش ما يدافع وما شاكل ذلك نفس الكلمات ولذلك قال أنا لا أصدق ذلك ولا أصدق حتى أسأل سلمان لأن النبي صلى الله عليه وآله قال سلمان منا أهل البيت فإجاء السلمان قال سلمان احجينا الصدق لأنني ما مصدق قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكست إذان قال وعزة الجبار وما كانت الزهراء على خماري لكن لها لاذت وراء الباب رعاية للستر وعي الحجاب ومذرأوها عصرها كادت بنفسي ألتموت حسر صاحت يآف الرخذين وإلى صدرك سل دين فقد كسر ظلع واسقط جنين بقيت ناحلة الآن منهد تر راك تضعف يوما بعد يوم إلى أن صارت كالخيال كما ورد عن أمير المؤمنين وفي يوم من الأيام قالت ادعوني علي يا أجا أمير المؤمنين قالت يا أبا الحسين قل للحسن والحسين يذهبا إلى قبر رسول الله ولا يرجع هناك زورا قال بني حسن بني حسين ذهبا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فانطلق قالت لأني أريد أن أقول لك شيئا لا أحب أن يسمع يا علي إني ناعية إليك نفسي هذه الليل ومفارقتك فهل عهد كاذب أو خائن أو خالفتك منذ عاشرتني اسمعوا اسمعوا نفس الموضوع شوفوا الله امرأة مثل زهراء قيل أخافهم قصروا إياك شوف التواضع الله صدق تحسى كذا قال معاذ الله أنت أبر وأتقى وأشد خوفا من الله من أن واخذك بمخالفتي وقد عز علي فراغك وفقدك إلا أن له أمر لابد من والله يا فاطمة لقد جددتي علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله قالت قالت يا علي أوصيك أن تتزوج من بعدي بأمام تكون للحسن والحسين مثلي شون التواضع شون مثلت سيدتي الله يا علي وإذا وإذا قضيت نحبي فحنطني ببقية حنوط والدي رسول الله غسني كفني حنطني ببقية حنوط والدي رسول الله لا تشهد أحدا من الذين ظلموني جنازتي ولا دفني بين نوم عدولي وعدول لله أول وحين حضرة المنين حضار يام هالوصيب وقت الوصيب تقل نظر يا بعد الروح لي نظر لي ها ومن عند الدم عخر يقل لها يا بعد احل اشتهيسين مرت تبدتي يام حسن وحسين تقل ابوك تغسلي يام الحسني أريد اللي تشوف فعلي اه تصبر تراني طاهرة ولو غسلتني أريد لا تجس ظلع ومتني أخاف شوغ قلبك لا شفتني وخل ثاب علي لي توخار اغسل لي من فوق الثيار ستجديني مطيعا لما أمرتي بعد شنو وصيتك ونعشي يا بن عم من تشيل بنص اللي لري يصير شي وعلي تراب قبر من تهيل القبر لا تخل رسم يظهر طبق أمير المؤمنين جميع الوصاية وللاختصار ما راح نذكر جميع الوصية وناخذ وحدة منها اللي طبقها كلها طبقها أمير المؤمنين على المغتسل غسلها من خلف الثياب وكان عمار يساعد في حمل الماء وأسماء كذلك بينه يوسلها إذ ترك الغسل وجلس جانبا يبكي رآه عمار واضعا يدي واضعا رأسه بين ركبته وقد احمرت عينا من البكة يا أبا الحسين أتوصونا بالصبر وتجزعون قال يا عمار إن الصبر إلا عن فاطمة لجميل يا عمار لا تلمني لقد رأيت ظلعا من الأضلاع فاطمة مكسور يا عمار يا قلو يا عمار ذوب وليا دمعي على الماء تت وتصرخ يا ظلعي ويا عين خل دمعتي صبد على الزهر وضلع لتشه جاء بالكفن الذي أحرزه رسول الله وأوصى به إليا يكفنها وقبل أن يعقد الكفن وقبل أن يغطي وجهها قال بني حسن بني حسين هل أم لتوديع أمكما فإن لكما لا تريان يا في الدنيا بعد ذلك أبدأ جاء والكب على صدر أم ما يبكيان ويلدبان يقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما ورد عنه والعيش الذي عاشه رسول الله رأيت فاطمة حلات وألات وأخرجت يديها من الكفاية وضمت الحسن والحسن إلى صدرها يا وسمعتم نادي ينادي يا علي نحي الحسن والحسن عن أمهما فإن لهما أبكى يا ملائكة السمايا قضاء أت ومصاب ما مر شبي بيها بيش أو سبط أو شبق أو عليها أو حلت شبقتهم بدئها أو ملائكة السما تبت عليها تبكي تبكي ملائكة السماء والحسن والحسين عند صدر أمهما فماذا تصنع الملائكة لو رأت الحسن يتقي وحشا وماذا تصنع الملائكة يا أمتر الحسين على ربضاء كربلا لذلك العقيل زينب تذكر هذا الموقف تنادي أمه فاطمة ليتكي حاضر وترين ما صنع بلا وصحة تعالي تعالي يا محسن يا أمه تعالي تعالي وشوف في كربل السوت بحالي بحالي غريب أو حال بحالي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرأتي إذن لطمت الخد فاطم عنده وواجريت دمع العين في الوجناتي إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وهذه ليلة الجمعة بحق من سكبت لأجل هذه العبر أسأل أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن لا تنزلني من المنبر إلا بغفران ذنوبي كلها جميعا فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أن ولا تخرج الحاضرين من مأتمهم هذا إلا بغفران ذنوبهم جميعا فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أن إلهي شاف مرضانا سيما من سألون ألوم الدعاء يسر أمورنا تولى رعايتنا اجعل عواقب أمورنا إلى خير إلهي فومن كادنا فكد ومن أرادنا بسوء فأرد واجعل ألسنتنا بذكرك لهج وقلوبنا بحبك متيمة وعجل بظهور مولانا صاحب الزمان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى من مات على الإيمان وإلى كل من له حق علينا سيما أموات المؤسسين والحاضرين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد